بسم الله الرحمن الرحيم يعني فيه ارتباط هتجي هنا هتشوف الفيديو هذا هتلاقي فيه كده كم مصطلح غريب ما تعرفه كلام بالانجليزي مختص بالجيم ما انت عارف ايش معناه شرحته في الفيديو هذا السابق فيه حاجات ثانية عامة عن افكار هتكلم عنها دايما المفروض انت شايفه في الفيديو السابق انا بديت في السلسلة هذي بالاساسيات حبة حبة على اساس انت ما توصل هنا الا وانت بنيت معرفة بشوفتك الفيديو اللي قبل اليوم موضوعنا الاساسي حاجة اسمها الباور سبايكس او نقاط القوة او في 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 الشامبينات او متل شامبيون هذا يصير اقوى او تصير معاه حاجة تخليه يصير اقوى كثير يقدر يتضارب ولا يقدر او متل الوقت المناسب للشامبيون هذا يبدأ يتضارب او يبدأ يخش في تيم فايتس او يبدأ يسوي تريتس اه طبعا مرة كثير بالجيم هذا كل شامبيون له خاصية اه طبعا مو بس ايش الوقت قلب المفروض ايش الوقت الاحسن المفروض ايش الوقت الاحسن هذا يروح يسوي في ايش الوقت الاحسن هذا يجلس يفرم وما يسوي الاشي ولا يتضارب من احد ولا يقرب من احد ايش الائتم اللي المفروض يكون عنده على اساس يوصل governments المفروض المشي علي القesto ما مستعم جسمينها المجتمع اللولي عامة الي خمس اكسام لخمس حاجات avez اول شيء ام اوه ايش اللفل المفروض الشامبيوني يوصله عشان ياخد باور سبيك يعني فيه شامبيونات الطريقة اللي يلعبوا بيها او الكيت حقته او كيف مبنيت شامبيوني هاد انه لما يوصل للفل محدد حتيوصل له باور سبيك مرة كبيرة سواء افك قبليتي جديدة او والله اه لا لازم يوصل لفل محدد هذا عشان يلفي الحركة فالشامبيونز اللي مثلا لازم يوصل للفل محدد عشان يوصل لباور سبيك حقهم مرة واضحين يعني دايما باي زي زي لوسيين لوسيين لما توصل لليفل اتنين هيكون الكيو حقتك ليفل وان بعدينلي و lump و حتديك ضمج مرة كثير فمعروف لوسيين والله اكتش في لبل اتنين عامو معده في لبل اتنين لما نجيب العالتي عنده لبل اكتش عنده عنده بوير اكتش في لبل اكتش ايش يعني بوير احيش مو معناه انه بس قوي شوية لا ياAtلا و قوة مهولة يا شباب ليش هذول تلاقيهم يفرموا ما يسووا قانكات من بدري. عشان بسرعة يروح يبقى يوصل الباور سبايك هذي على اساس يقدر يستفيد منها. ام طبعا الفايل اللي شايفينه قدامي هذا يا شباب. هذا فايل سووه مجتمع لولي. بريدت هذا مش انا نسويه. مجتمع المجتمع اللولي. وحاطين كل الشامبيونز في الجيم. وايش اللي يظنوا انه والله هي الباور سبايكس حقا كل طبعا مع الفيديو حرفة على حرفة على اسمه. في الفيديو في الدسكريبشن حتلاقوا اللينك حقا الفايل هذا وتروح للشامبيون اللي انت تحبه وتتفاهم عليه. انا حاطتوا قدامي هنا على اساس اذا باتكلم على كذا الشامبيون اللي حشرحهم فتكونوا انتوا عارفين الصورة ومتفاهمين معي. فزي ما قلنا يا شباب اول شيء او نوصل للليفل محدد عشان اوصل حقتي. لفل اتنين لوسيون لفل ستة هيكرم لفل ستة وورويك. لفل ستة اه مومو. اه لفل ستة اني. ام اه عندك عندك يعني عدوا اغلط. وفي نفس الوقت حتلاقوها هنا موجودة. ايش في الليفل هذا. اهو الليفل سبايك. يقول لك ايش حقه. ام وتفهم متى تصير عنده نقاط قوة. لما تشوف الليفل هذا ايش رباب انت ايش لازم تفهم? انه المفروض انت تحاول ما تسوي تريدز. ايش لو كانت الليفل هذا عندك. طبعا لما يكون الليفل اعلى من الليفل الادم اللي قدامك هذي ما فيها كلام عندك تبانتيج عليها انتهينا. ام عشان كده تشوفونا ان نروح نحاول نسوي لفل وان شيز. اه لفل تو تشيز اه انجاج. ايش يعني نحاول نجيب لفل اثنين. لما الاول ما نصل الليهن نحاول نجيب لفل اثنين قبلهم بسرعة. على اساس نحاول نخش عليهم احنا لفلات اثنين وهم لفلاتهم واحد. نفس الشي لو انت لفلك ثلاثة وهم لفلهم اثنين. نفس الشي لو انت لفلك ستة وهم لفلهم خمسة. شايفين? يعني هي الدعوة ما هي بس والله المتين فتح الابلتي الكبيرة حقات اللي يسوي بها هي حاجة. لا. لو كان عندك والله لفل انت ممكن تستفيد منها وتأثر بها. هذا الشيء الاول والاساس. الشيء الثاني يا شباب. ام فيه ايتيمات محددة تعطي لتشامبيونز محددين باور سبايكس يعني معروفة. اه الاي دي سي انا لننال باي دي سي كثير. عندي باور سبايك مهولة لما نرجع اشتري البي اف. لانه البي اف حيطيني اربعين اي دي. فالمفروض الادم اللي قدامي يخاف ويعرف انه والله ام انا انا لو عندي الايتم هذي هو ما عنده الايتم المشابهة انا علي دامج كبير. طبعا ما معروف الاي دي سيز يحتاجوا ايتم زي كده عشان يبدأ يسوي دامج. ام غير كده عندك يعني لو بتكلم على اني ولا بتكلم على مد ولا بتكلم على 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 توب. لما يكون واحد عنده الهيكستك جن بليد. لما يكون واحد عنده الترينيتي فورس. عارفين كلنا اي تشامبيان يتمد على ترينيتي فورس. لما نجيب الترينيتي فورس هيبدأ يقدر يشيل التورات وحيشيله باور سبايك مرة جامدة. لان ترينيتي فورس تعطيك اه بيرس دامج مو طبيعي وتعطيك اه مو طبيعي. يعني اشيرين في المية كو داون و بيرس دامج على حسب لحسب التشامبيان اللي بلعبها عشان عنده شين. فيسوي ابليتي وبعدين يسويها. فلازم نعرف الفورس هذي و لازم نعرف انه القائد لي قدامنا لو جعب اللايتم هايشير مرة خطير. فانت لازم يعني انت لازم عشان كده دايما انا نقول شباب. يعني فاكر لا تكلمت في الفيديو اللي فات. قلت في الفيديو اللي فات يا شباب لازم كل مرة او كلي حوالي خمسة منيونز تفك التاب عشان تشوف اللايتمز حقت اللي كدامك عشان تشوف اه السيديز حقت مش سيديز. حتى تشوف الايتمز وعلى ستشوف كيف بيتحرك. حتى تشوف كم مينين ما اخذ على اساس على اساس على اساس على اساس. فاهمين? فانا فكيت التاب. رجعت اللين فكيت التاب. لقيت عندي الايتم حقاتي ما اكملها العادم اللي قدامي. انا عارف انه المفروض ما اقرب منه. ولا اسوي اي حاجة. نفس الشي. نفس الشي. مرة ضرورية. انت تلعبط. تشوف الفروست كوين اتم هذا الفروست كوين كليم. اللي هي والله لو السابورت جاب الفروست كليم. الفروست كملها اللي هو الليفل الثاني تتعرف انه ممكن يطلع القوست. فكل الايتمز اللي فيها يوتليتي تسوي سلو تسوي سي سي تبطئ. لازم تكون عارف لازم تكون شايفة. ولازم تعرف انه الايتم هادي تعطي باور سبايك للعادم اللي جابها. يغير طريقة لعبه على طول. يشفت من كده هو باسيف ليصار اغريسيف. السابورت حقهم كارما او هو افر السابورت اللي بيلعب. كان شوية والله باسيف. من يوم ما جاب الايتم هادي وشغلها على طول. يعني حيشغلها على اساس تسوي لك سلو على اساس يسوي لك كلابس. فلازم تنتبلي الايتمز هادي ميتة انشارات. ولازم تشوفها من بدري. مو تشوفها بعد ما تموت. او والله ما انتبهت الايتم هادي ما شفتها واشتراها. او والله اوف. عنده كيو اس اس انا ما شفت. اي دي سي. رحت سوي تلو استن. سوي كيو اس اس طلع منها قلب الجيم عليك. اخذوا تلاتة اربعة كيلز على الفاضي. لازم ننتبلي الشغلات هادي اول باول قبل ما تصير. ولازم نعرف ان الايتمز هادي تعطي باور سبايك مرة كبير للشامبي. اه بعد كذا طبعا الاستاكينج افكتس. اه لما لما ادمي ام بارد مثلا بارد كسابورت. يروح يجمع الشايمز. الشايمز هادي كل خمسة شايمز تعطيله دامج زيادة. ام اكسترا اكسترا دامج واكسترا سلو. اكسترا سلو. فلازم انتبه انا وانا شايفه هو راح جمع كم ستاك عنده. كل ما زادت الساكات كل ما زادت الدامج والسلو حقته. السلو حقته ممكن توصل لثمانين في المية. ويتش از انسين فيهمني اكون اعرف. طبعا هذا. هذا مو من ايتمز هذا من الكت حقته. نفس التول كت. نفس ايش الشامبين عنده امكانية. في نفس الوقت. اه لو فيه ادم عنده مجايز. انت عرف المجايز اللي ستك تعبيه. لو فيه ادم عنده لو فيه ادم عنده اه زيكس. لازم انتبه للشغلات هذه. السابورت والا دي سي اللي قدامي السابورت ما اخد زيكس. لازم انتبه لها خليها تشتغل تعبي. بعد ما تشتغل تخلص ارجع بعدين اخش عليهم. ما اخش عليهم هي شغالة. فالف ديس ار اوالسو باور سبايكس. تضيف قوة م مرة مهولة على الشامبين اللي ما اخدها. والشامبين الموازي لوين كان الالشامبين. ولازم انتبه من الشغلات هذه. وفي المقابل احنا نفس الشي. اوكي. بعد كده تول كده ادبانتيج. اه الشامبينز اللي ما عندهم مانا. ريفن. نكتون. ليسن. هادول دائما نشوفهم في بداية الجيم عندهم باور سبايك مرة عالية. ليش? لانه ما عندهم مانا. يعني يستنى الادم اللي قدامي يخلص المانا حقته. وبعد ما يخلص المانا يسوي له بوش. وياخره في اللين ويحاول يخليه ما يرجع. والادم اللي قدام يجلس ما يقدر يسوي ولا شي. فالشغلات هذه لازم ننتبه لها. اه بعد كده اللي هو الجيم فايز. او الجيم في اية مرحلة. احنا عارفين فيه كثيرة. طبعا هذي اه كل لازم تعرف ايش يتعلق اه ايش اه متل متل نقاط القوة والضعف حقته. هذي ان شاء الله مع الوقت كل واحد فيكم. كده يحفظ الحق ويرفى الشامبيونات القدام وما هتاخدها لما على الاتباريس. الاي دي سيز معروفين. اه تلات اربعهم. نقاط القوة حقتهم في اللي تريستانا. مين كمان عنده؟ ممكن. برضو نهاية الجيم. في المقابل عندنا دريفن اللي آرلي جيم حقه مرة كويس. كيت اللي إر لي حقها مرة كويس. آلوسيان اللي ار لي حقه مرة كويس. بعدين آآ ماتشان برضو ادي سيزا الميد جيم حقهم احسن. آآ كيت الميد جيم حقها جدا سيء. بس كوركي عشان نجيب ترينيتي فورس الميد جيم حقه مرة كويس. ازريل الميد جيم حقه اوكي. مقارثا بالأيرلي جيم. فلازم لازم لازم نعرف الشغلات هذي كلها في الشامبيين اللي بنلعبه. وفي الشامبيين اللي قدامنا على اساس نقر نتعامل معه بطريقة احسن. طيب تسألني يا امر كيف عارف الشامبيين هذا متى النقاط القوة حقته? يعتمد على الشامبيين. اذا كان الشامبيين اي دي نقاط القوة حقته لما تجيب ايتم تجيب تزود ال اي دي. لما تجيب ايتم تزود ال اي دي. لما لانه لو زاد ال اتاك سبيد معناها حتزيد هذه الضربات اللي حتسويها اللي حتزود الدامج اللي يصير. ام 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 الكريت برضو بنفس الطريقة. اذا كان شامبيين ايتمد على كريت باست زي ال اي دي سيز. اه في المقابل اه لما تروح تلعب لازم يجيب الايتم حقته. نسيت اسمها ايش هي? اول ما يجيب الايتم هذي يجي له باور سبايك مرة. ام لو 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 رحت شفت اني ولا الميدز عامة لما يجيب الموريلو ولا يجيب الريلايز ولا يجيب الرود اف ايجز ولا يجيب في ايتم كبيرة كده تعطي له باور سبايك قبلها يكون يلعب كده هو خايف بعدها تلاقيه سيلوحش مفلوت عليك. اه نفس الشيء الالتي لا ننسيش لو واحداته الالتي حقته والمفروض على طول يستخدمها كادفانتج. اه تشامبيونز كثيرة بنفس اه بس في تشامبيونز الالتي حقته مؤثرة مرة كثيرة وفي تشامبيونز الالتي حقته مؤثرة مرة بسيطة. مسلا لو ريفن ريفن اورادي الكيت حقتها الكيو والاي والدابليو عالية الالتي حتزود الدامج او تبت حقها بس ما هتأثرت تأثيرها لا نهائية. في المقابل سندرا وورويك آآ رينكتون آآ سوري مو رينكتون سندرا وورويك وآآ ومين وهيكرم وامومو من يوم ما تجيهم الالتي يغيروا طريقة لعبهم كمبليتلي لانه وصار عندهم مهولة من 200 ل600 دامج ولا 800 دامج ولا 1000 دامج على حسب الابلتي اللي موجودة عندك. آآ وزي ما قلت يا شباب الفايل هذا فايل مبدئ يشتغلوا عليه ناس كثير وما زال يحدث من ناس كثير آآ بيحطوا فيه المعلومات اللي تتاجعها كل تشامبيون متل لبل سبايك حقه متل قيم تايم سبايك حقه متل في القيم يصير قوي آآ مين الفايفربول الماتشابس ومين الفايفربول ماتشابس هذول اللي هما يفضل انه ألعب قدامهم ما يفضل انه ألعب قدامهم طبعا يعني هذول كاونترز له هذا هو يكاوترهم مو شرط يا شباب بيكون صح مية في المية بس عامة ككت اوكي ايش الايتم سبايكس ايش الايتم اللي حتتعطيره قوة وسبايكس طبعا في حاجات ما حتكون محدثة مية في المية يعني مثلا لو اتروكس اتروكس دوب وتغير فلسه ما غيروا السبايكس حقته المفروض مو رافنس هيدرا المفروض دحين آآ بيتانيك هيدرا احسن برتك يمكن معسار ينفع عليه فانتبوا لا تاخدوها حرفية يا شباب آآ غير كده يا حياتيك فكرة عامة غير كده في شامبيونز زي ايريليا وزي فلاد وزي آآ زي 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 الشامبيون غير الباور سبايك حقت انه يصل لليفل ستة في باور سبايك تاني لما يوصل لليفل سبعة ولليفل تسعة ليش في لليفل تسعة ليفل تسعة مثلا ايريليا الدبليو حتصير فل لبل خلاص الدبليو لفلتها دبليو حقتك لفلتها الين صارت فل خمسة بعد ما تلبل الدبليو فل حيصير عندك دامج مرة عالية عليها والناس وهنا تبدأ تكتل اي احد تقريبا ون في ون فلازم تعرف الباور سبايكس هذه لازم تبدأ تتعود عليها ولازم تبدأ تتمكن من انه انت مسترها وانت تلعب الشامبيون هذا او لو كان الشامبيون هذا قدامك يصير تلعب سيف تنتبه منه عامة موضوع الباور سبايكس بسيط ما هو صعب لو تبتكلم فيه صراحة يطول لانه كل شامبيون له باور سبايك مختلفة عشان كده موجود الملف هذا وان شاء الله الكل يستفيد بس اظن كده وصلت المعلومة ان شاء الله لا تنسوا اذا ما شفت الفيديوهات اللي قبل هذه اذا ما شفت الفيديوهات اللي قبل هذه الفيديوهات اللي سبايكس بسيطة اذا ما تعرف انا سوي بث يومي بتويتش الساعة تسعة ونص بتوقيت السعودية تماما نرقض معادي يوم السبب فكذا شكرا لك شكرا لك العافية نشوفك في الفيديو القادم اشتركوا في القناة